موسيقى برحب بيكون عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وانوان حلقتنا الطواف حول الكعبة عراط ونشوف السؤال من موقع اسلام ويب بيقول ايه كم مرة حج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خلينا نشوف الإجابة بعد الحمد لله وكده بيقول فقد ثبت ان النبي حج حج واحدة وهي حجة الوداع بعد ما فرد الحج كما في الصحيحين والترمزي ولفظ الترمزي عن قتادة قال قلت الانس ابن مالك كم حج النبي قال حج واحدة واعتمر اربع عمر عمر في زي القادة وعمرة الحدايبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اسقصة مع غنيمة حنين او حنين بيقول كده الرسول حجة واحدة واعتبر اربع مرات عمره في زي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة وناخد بالنا ان عمره الحديبية دي كانت سنة كم كانت سنة ستة هجريا وعمرة الجعرانة كانت سنة تمانية هجريا وانا هنا عندي سؤال هي الناس كانوا بتطوف حوالين الكعبة ازاي خلينا نشوف مع بعض صورة الاعراف واحده تلاتين بتقول ايه يا بني ادم خزوا زيناتكم عنده كل مسجد كلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين نشوف تفسير التبر بيقول لنا ايه عن ابن عباس ان النساء كنا يتفنى بالبيت عراء وقال في موضع اخر بغير سياب الا ان تجعل المرأة على فرجها خرقة فيما وصف ان شاء الله وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدى منه فلا اوحله قال فنزلت هذه الاية خزوا زيناتكم عنده كل مسجد يبقى النساء كانوا بتطوف عراية ويدوب تحط حتة قماشة على مكان العورة وتقول الكلام الي احنا قرناه من شوية وخلينا كمان نكمل ونشوف في صورة الاعراف 28 بتقول اسفعلوا فاحشة قال وجدنا عليها ابائنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون نشوف تفسير ابن كثير بيقولنا ايه قال مجاهد كان المشركون يتفون بالبيت عراه يقولون نطوف كما ولدتنا امهتنا قلت كانت العرب معدى قريش لا يتفون بالبيت في سيابهم التي لبسوها يتأولون في ذلك انهم لا يتفون في سياب عصر الله فيها وكانت قريش وهم الحمص يتفون في سيابهم وهنا بنشوف ليه المشركون كانوا بيطوفوا عراه يقولوا احنا مش بنطوف بسياب عصر الله فيها طيب مش دي نفس الفكرة ان المسلمين لما بيروح يحجوا المسلم مش بيحط غير يدوب بشكيره ومش بيلبس ملابس داخلية طيب ايه الحكمة انه بيقول كده لازم ما يكونش لابس ملابس عصر الله فيها برضو وبردو مش بيكون لابس ملابس داخلية في حين ان النساء بتلبس ملابس داخلية انه عريان يعني ويقول برضو انه ايه كلهم بيقولوا احنا منلبس ملابس عصر الله فيها زي الوسانين والسؤال عن عدد مرات اللي حج فيها رسول الاسلام وكانت الاجابة انه حج مرة واحدة واعتمر اربع مرات وهنا يجي السؤال كانوا بيطوفوا حوالين الكعب عراق غاية سنة ايه سنة تسعة هجريان يعني 22 سنة بعد نزول الوحي الناس كانوا بيطوف عريانا وخلينا نشوف الكلام ده من الدولار السنية كان المشركون يحجون كل سنة وكان بعضهم يطوف بالبيت عريانا فلما فتح الله مكة امر نبيه ان يمنع كل افعال الجاهلية حول البيت وان يعلن البراءة من الشرك والمشركين وقد امر النبي ابا بكر رضي الله عنه على الحجة في عام التاسع من الهجرة وهي الحجة التي قبل حجة صلى الله عليه وسلم وامروا ان يعلن في الناس هذه المبادئ يبقى من نزول الوحي الناس كانت بتلف من حتى قبل نزول الوحي يعني من قبل نزول الوحي ونزول الوحي كان الناس بتلف عريانا حوالين الكعب فالرسول بعت ابو بكر ايه ينادي قال لا يطوب بالايه كعب عريان سنة كام سنة تسعة حجرية هل يعقل ان احنا نصدق ان ده ممكن يكون بيت الاله يعني المكان ده بيت الله ده غير انه محمد محمد حفظ على كل التقص الوسانية حتى انه نفق المشركين وعمر قال وما لنا للرمل انما كنا رأينا به المشركين وقد اهلكم والله المشركين هنا يعني عندي سؤال يعني اهلكم اهلك الله المشركين بس هما برضو بيعملوا نفس الحركات اللي كانوا بيعملوها المشركين وانا عندي هنا بصراحة سؤالين هسيبهم معكم في نهاية الحلقة السؤال الاول رسول الاسلام اعتمر اربع مرات والعمرة فيها طواف حوالين الكعبة وعمرة الحديبية كانت سنة ايه ستة هجريا وعمرة الجعرانة كانت سنة تمانية هجريا هل كده نفهم انه كان بيطوف حوالين الكعبة مع الناس العريانة يعني بيبص كده يعني بيطوف وما بيشوفش الناس يعني بيغمض عينه ولا كان وسط الناس العريانة وممكن واحد طقي يمشي وسط الناس عريانين يعني طقي شيق طقي يمشي وسط الناس عريان ويلف وهم كمان عريانين طبعا وبيعملوا الفواحش نصدق ازاق ان ده رسول مرسل من عند الله والسؤال التاني ليه الله ما بعدش طرق أبابيل للناس دي سايب بيته كده يعني بيطوفوا عريانين ويعملوا الفواحش ويزنوا وسايبهم من غير طرق أبابيل ولا حاجة ودون السؤالين الناس بتهم معكم والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم